الثامن نسير لسمو شيخ زايد بن سمو شيخ زايد بن مربع مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في التضمير ياتي بالمركز الثامن المركز التاسع لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم يتواجد سلهود بينما في التضمير ياتي مطر بن لاحج الهاجري المركز العاشر ياتي مشاهدي العزاء الشاهين لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عملية تضمير لدى حمد بن عبدالله بطير العامري هكذا هي النتيجة مشاهدين الأعزاء والانطلاق لهذا الشوط أعود إلى المركز الأول مرة أخرى مشاهدين الكرام في تحدي هذا الشوط ولا يزال هملول مسيطر على المركز الأول هملول في قمة هذا الأداء والتحدي لمعالي شيخ محمد بن بطير الحامد هو الآن من يجذب الجميع نحو خط النهاية ونحو المركز الأول المضمن مختار بن أحمد في صدارة هذا الشوط المركز الثاني هناك هملول الآخر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويص في عملية التضمير أما المركز الثالث يأتي الجارح في هذه الانتقالة في هذا التحدي ها هو الجارح أمامكم ينتقل مباشرة إلى المركز الثالث ملكية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير ولكن المركز الرابع يصل من خلال هذه اللحظات ها هو برهوم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن راشد بن غذير يقدم لنا البولوم في المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس وصل إلى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد وراشد المكتوم وحمد بن عبدالله بطير العامري وصل الآن واحتل المركز الخامس يرافق الكاميرا رقم واحد نحو تطلعات كذلك دبي ريسنج في مزاجي هذا المساء المركز السادس المركز السادس سالهود لسيدي ساحب وسمو الشيخ حمد براهيدا المكتوم المضمر مطار بن سيب باللاحظ الهاجري والمركز السابع المركز السابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن راشد السويدي في التضمير والمركز الثامن المركز الثامن إذا المشاهدين العزاء الكائد اسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عملية التضمير ياتي هنا عتيج بن سالم بن عرطي الحميري أما المركز التاسع ننتقل إلى هجن العاصفة هجن العاصفة تقدم شمردل في المركز التاسع والواثق حمد بن راهز مغدير في التضمير بين المركز العاشر الآن هناك انتصار من قبل الطيار يسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهز المكتوم وعلي بن راشد مغدير في عملية التضمير والمتابعة هذه الأسماء المتقدمة حتى هذه اللحظة مشاهدين الكرام لكن خلاص خلونا نعود إلى منطقة الأمان إلى منطقة الأمان وهي منطقة المركز الأول المنطقة الخضراء لكنها والله أن المركز الأول والمنطقة الملتهبة بالبراكين الله بالفعل درجة الحرارة مع المقدمة الشوط أكيد ترتفع وفي ازدياد مع اقترابنا من خط النهاية ولا زال الجارح هو صاحب المركز الأول الجارح يسمو الشيخ راشد الحمدان بن راهز المكتوم المضمر بسري بسالف بالعرض الحميري ولكن 1200 على خط النهاية الحاضرين والمتابعين والجارح لا زال في المركز الأول سارح ومارح على المركز الأول للمركز الثاني هناك بدأ لان يتقدم بدأ تقدم مشاهدين العزاء من شاهين يسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهز المكتوم وحمد بن عبد الله بالطير العامري وصل وصل مضمر سلهود ينتصر ويأتي في المركز الثاني لكن هناك البالوم يحتل المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهز المكتوم عملية التضمير لدى سعيد بن راشد بن غدير ولكن وصل شمردل وصل شمردل بهذه اللحظات الله يا شمردل ترك كل المراكز لا ترك كل المراكز عشق المركز الأول وراح معنا موسى هو شمردل لهجن العاصفة بينما المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ياتيس الهود مع المضمير مطر بن سيب اللاحج الاجري هذه النتيجة الرباعية حتى هذه اللحظات لكن بقيادة شمردل بقيادة شمردل اللي قال أخير في هذا الشوط الامتار القليلة المتبقي يا سلام حذاري الواثق 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 لا زال يقدم شمردل على المركز الأول مع هجن العاصفة لكن حذاري الله وصل سلود وصل سلود سلود شمردل شمردل وسلود ولكن الله يا سلود سلود مشاهدين الأعزاء في اللحظات الأخيرة انتزع المركز الأول مرة وعبر ها هو سلهود أمام حضراتكم مشاهدين الأعزوز سلهود تهانينه والناموس لسيدي صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز وهذا الانتصار تهمية لمطارب السيب الأحج الهاجري المركز الثاني شبردل بن هجن العاصبة المركز الثالث من هجن العاصبة ياتي وبران المركز الرابع لاسمه شيخ حمدان بن محمد ورادة المكتوم شاهين والمركز الخامس الجارح اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وصل واحتل المركز الخامس التوقيت الزمني مشاهدين الأعزوز للحظة وصول سلهود تهانينه لسيدي صاحب اسمه شيخ محمد ورادة المكتوم سبع دقائق تسعة واربعين ثانية جزء واحد من الثانية تهانينه والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار كذلك المضام من المطارب السيب الأحج الهاجري بينما المركز الثاني حل هنا من خلال هذه اللحظات شبردل لهجن العاصبة بسبع دقائق تسعة واربعين ثانية سبع من الأجزاء من الثواني تهانينه والناموس كذلك إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير والمركز الثالث وصل في هذه اللحظات وبران من هجن العاصفة يصل بتوقيز زمني مقدار سبع دقائق واحد خمسين ثانية ستة أجزاء من الثاني ثانينه كذلك إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير ترجمة نانسي قنقر